ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء لتنمية البشرية وزير صحة خلد عبدالغفار الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشكلة بقرار وزري والمختصة بدراسة توصيات التي خلصت إليها الدراسة المقدمة من لجنة الشباب بمجلس الشيوخ ذلك تحت عنوان الذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات وخلال الاجتماع وجه الوزير بتشكيل أمانة فنية لمجموعة العمل الوزرية تكون من شأنها استخلاص السياسات التي يمكن أن تمثل إضافة نوعية لما يتم تنفيذه بالفعل في مجال ذكاء الاصطناعي ومؤشرات الأداء المتعلقة بتطبيق توصيات الدراسة والعرض على مجموعة العمل لاتخاذ القرار كما استعرض الوزير مقترحا بإمكانية تشكيل مجموعة عمل لإعداد دراسة متكاملة للوظائف المستقبلية المحلية والعالمية والمهارات المطلوبة داخل كل تخصص ذلك بتنسيق مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية